تجربتي في العالم خليني أنا دائما أبلش من تجربتي ونروح معها المواهب هلأ لوين رح يروحوا لأنه نحن بهدفنا بهالتعاون مع أبوضبي فاستيفلز أنه نحمل هالمواهب الجديدة إن كان اللي قدمناهن هلأ ولا اللي رح نقدمهم في المستقبل لمسارح العالم ولا جمهور أوسع على بتحملها منصات العالم ومسارح العالم أنا تجربة الماضي خاصة أني وقفت على أغلب مسارح العالم وعلى أكثر صروح مثل دار الأوبرا الفرنسي ووصولا لبلاد تاني من لندن لأمستردام لألمانيا لإيطاليا فيني أقول أنه دائما اللغة العربية بجرسها وبوقعها وبتصويتاتها الصوتية لأنه كل لغة إلى تصويتات خاصة فيها مثل الموسيقى إلى موسيقاها اللغة العربية كانت تستهوي الغرب بشكل غريب يعني كنقولولي نستمتع بهالجرس اللي بيسمعوه بجرس التصويتات اللغوية لغتنا العربية أنا بالنسبة إلي ببداية من أنه في البيانة لسحرة هذا السحر يمتد لأي أذن تسمعه وإن ما فهمته هلأ في شغلي بأذن الغرب معودي أنه تلحق الموسيقى وتقنات تقنيات الصوتية وإن ما فهمت المعنى لأن إذا بتطلع بأوروبا وكيف بيطبعوا الأوبرا الطلياني وهم ممكن يكونوا إنجليز أو فرنسيين أو ألمان بيطبعوها كجرس بيطبعوها كتصويتات ماشية مع الموسيقى ومع الصوت بتقنياته لما بيغنوا مع الأوركسترا كيف عم تعزف وترافق هذا الصوت اللي عم بيغني هذه اللغة بس بهمهم لح الجرس وتصويتات اللغة ولكن طبعا يترجم إلون المعنى لحتى يقدر يلحقوا المعنى وبتصور من هون عنا فرصة أنه نحمل لغتنا على جناح الموسيقى وعلى جناح الأوبرا وأن نحمل هاللغة الضاد أن تغزي العالم في سماعهم من خلال هالموسيقى بما أنه الغرب يستسيغ سماع الصوت واللغة من خلال الصوت والموسيقى وحتى لو ما فهم هاللغة